نيابة عن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن أيسى الخليفة أهل البلاد المفدح في ده الله ورعى شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء يفودي دول العالم في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول سياسة الحياد التعاون الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية والذي عقد بجمهورية تركمنستان الصديقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للحياد التركمنستاني وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز المملكة بعلاقات الصداقة المتميزة مع التركمنستان وتطلعها لتعزيز مختلف أوجه التعاون معها والبناء على ما تحقق خلال الزيارة الناجحة لفخامة الرئيس غربانجلي بوردي محمدوف إلى مملكة البحرين عام 2011 وأكد معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة دعم المملكة المستمر لنموذج الحياد الإيجابي الذي تنتهجه جمهورية تركمنستان التي ظلت خلال العقدين الماضيين نموذجا يحتذا للمجتمع الدولي كدولة حديثة ملتزمة بالحياد القائم على المبادئ السامية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى وأشهد معالي وزير الخارجية بمساهمة جمهورية تركمنستان في الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على التنمية المستدامة في العالم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والأساليب المبتكرة التي تتبنها في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم وهو ما يجعل من جمهورية تركمنستان وشعبها مثالا يحتذا للآخرين هذا وقد شارك معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء وفود دول العالم في وضع أكاليل من الزهور على نصب الحياد بمدينة عشقباد بجمهورية تركمنستان وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى العشرين للحياد التركمنستانية